ترحيم دولي واسع النطاق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وينص على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام والإفراج عن خمسين محتجزا في غزة مقابل إطلاق صراح مائة وخمسين فلسطينية المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ودخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة فمن دول الطوق رحبت الأردن بالجهود التي أفضت للتوصل إلى اتفاق الهدنة وأشادت بالجهود التي بذلتها مصر بالشراكة مع دولتي قطر والولايات المتحدة مشددة على ضرورة أن تفضي الخطوة إلى وقف كامل للتصعيد المستعري على القطاع وأن تسهم في وقف استهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسرية أما سيد البيت الأبيض وأحد الأطراف الفاعلة فلم يكن بعيدا عن مجريات ما تم فوجه بايدين الشكر للرئيس السيسي وأمير دولة قطر لقيادتهم الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى الاتفاق الذي قال إنه سيعيد بموجبه المزيد من المحتجزين الأمريكيين إلى الوطن مؤكدا أنه لن يتوقف حتى يتم إطاق صراح مواطنيه جميعا ومن أوروبا الداعمة دوما لإسرائيل كانت المفوضية الأوروبية أولى المراحبين بالاتفاق الذي سيخفف الضغط عن قادة دول الاتحاد بسبب التظاهرات المتواصلة الرافضة للتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق وأبدت المفوضية الأوروبية عزمها استغلال الهدنة من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومن دول الاتحاد كانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ترجمة نانسي قنقر